بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين حديث عظيم جدا وثواب عظيم جدا لإقراض الناس كثير من الناس للأسف الشديد أولا أريد أن أقول أكثر الناس عندما يقترض يسأل قردا أو يقترض منه يرفض للأسف الشديد أولا أعلم أنه يحصل خسارة عظيمة جدا في السواب وربما يأسهم اسما كبير رألوكم المنقب العظيمة لإقراض الناس حتى لو كان المبلغ ده بسيط المنقبة الأولى هي منقبة عظيمة عظيمة جدا هذا الحديث لا يقل عن درجة الحسن وصححة الإمان الألباني من أنظر معصرا قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معصرا فإن له كل يوم كان له بكل يوم مثله صدق كان له بكل يوم مثله صدق فقال الصحابي سمعتك تقول يا رسول الله له له بكل يوم مثله صدق قال له له مثله صدق قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فانظره له كل يوم مثله مثله صدق أو مثله صدق تعال بقى نفصل نفصل هذا الحديث معنى إيه الحديث ده معنى أنه أنت لو أقردت إنسان مبلغا من المال ولو يكون مئة جنيه من تاني يوم على طول لك سواب تستصدق بمئة جنيه حتى يحل معاد الدين يعني لو أفترض مثلا أن أنت أقردت واحد مئة جنيه على أنه يرد لك هذا القرد بعد شهر هتاخد سواب التصدق بثلاث تلاف جنيه خلي بالكم هتاخد سواب التصدق بثلاث تلاف جنيه إزاي أنت أمهلته شهر أنظرته شهر كل يوم هتاخد سواب صدقة بمئة جنيه خليكم صدقة مش قرد يعني أنت أقردته مئة جنيه بداية من يوم التاني يعني كل يوم هتاخد سواب صدقة بمئة جنيه إضرب في تلاثين يوم يبقى تلاث تلاف جنيه لو انتهت التلاثين يوم وما يدرش يسدد وأمهلته تاني بدأ الصواب بمئة جنيه هتبقى مئة جنيه كل يوم صدقة يعني لو أحملته أمهلته شهر كمان يبقى كل يوم بمئة جنيه يبقى الشهر اللي بعضه كانتك تصدقت بست تلاف جنيه كل ده من صواب من صدقة واحدة من الجنيه. تشوفوا الصواب العظيم. عالفين ليه؟ الرسول عصا مسأل جبريل. قال له يعني ليه القرد ليه الصواب العظيم ده. قال له لأن المقترض لا يقترض إلا من حاجة. ربما الإنسان يسأل من غير حاجة. قال له لأن إنسان ممكن يسأل من غير حاجة. لكن يمكن يقترض إلا من حاجة. شيء الثاني إن إنسان لما يتصدق يتصدق بالفائض القليل الذي هو في غنى عنه غالبا. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك ماذا ينفقون. قل العفو. العفو يعني القليل. المبلغ اللي تتعفو عنه. لكن القرد عندما تقرض وتشارط على شخص إنه رجع لك المال تاني. أنت محتاج هذا المال. لكن بتؤثره على نفسك وتعطيه المال مع أن أنت محتاج له. لذلك صواب القرد أعظم بكثير من صواب الصدق. تشوف فيها الصواب العظيم. تدينه 100 جنيه كل يوم لك صدقة ب100 جنيه كل يوم. لغاية ما يحلم عادة الدين. لما يحلم عادة الدين وما تسدتش كل يوم لك ميتين جنيه. صدقة. يبقى الإنسان ما يقردش هو قدر يقرد. يخسر في الصواب. يخسر كبيرة جدا في الصواب. جدا. ده مشكلة وهو بس. ده في ملاقة تانية كتير. المقابة التانية. يفك عنك كربة من كربة الأخيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث. من فرج عن أخيه كربة من كربة الدنيا فرج الله عنه كربة من كربة الأخيرة. وما أكثر كربة الأخيرة. أي زنب الواحد يعمله منه كبيرة من كبائر كربة. فكفارة. كفارة للزنوب. لا تعرفش اليوم القيامة الكرة دي هتبقى عاملة ازاي. المقابة التالتة. وده مقابة عظيمة جدا. تاخد صواب اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرين. أقول لكم الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث. لأن أمشي في قضاء حاجة حاجة لي. في قضاء حاجة لي. لأخي الأخي المسلم لي. خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا. في رواية شهر وفي رواية شهرين. وفي رواية تانية بس ضعيفة. عشر سنين. من بعض ما يسدأش. شوف الصواب العظيم. المنقبة الرابعة. حتى قرب الدنيا. يعني الجزاء من جنس العمل. يعني ما تقع في مصيبة أو تحتاج مال. لكن تحتاج معونة من أي إنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك من يقف بجانبك كما وقفت بجانب هذا الرجل. شوفوا. كل هذا سواب عظيم جدا للإقراض. لذلك لو واحد اقترب منك. اقترب منك قرد. لو أنت مش قادر تدي له المبلغ كله. ادي له نصه. ادي له تلته. ادي له ربعه. اوعى بتقوله مش هدي لك حاجة وانت قادر. وانت معك فائد من المال. لانك هتسأل عنه يوم القيامة. ربما تقسم اسم كبير. ليه تقسم؟ لأنه واجب عليك. بدم إنسان استقراضك. وانت معك عندك ساعة. معك فائد من المال. وقدر ان تقرده. ويغلب على ظنك انه إنسان صالح. ما تقردهش ليه. ولو انت بقى قردهش. ربما تدفعه الحاجة. كما قرر الحكماء الحاجة تدق أعناق الرجال. تدفعه الحاجة للسلقة. او التعامل بالربا. او اي شيء يقع فيه. يقع فيه. يدعونا عا كل السبب. لو يكون المال ده. هشتري دواء لأم المريضه أو أب. فما يلاقيش المال ده. فالأم تموت. هتستدعا لشين لإسمه ده. لأن ما قرطوش كنت قادر. وتدر بك الأيام وتدر عليك الدوائر. وتحتاج إلى من يقردك ولا تجد. مش لازم يقار ده يكون مال. لكن تقع في المصيبه ما ليس حد يقع في جانبك أو زوجتك أو اولادك لان الجزاء من جنس العمل والاهم دول فشو الصواب العظيم سواء كان من تاخد صواب صداقات وتاخد صواب اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفك كرة بالدنيا والاخرة فمناخب عظيمة لا تحصل لذلك اوعى بحد يستقردك تلفط انك تقرده حتى ولو لو كانش المبلغ كله نصف المبلغ تلت المبلغ وحاول انك تتسامح في جزء من المبلغ تلت المبلغ تلت المبلغ تلت المبلغ وكان دو عصراتين فناظيراتون الى ما يصاره وانت صدقه خير لكم يعني فيه واحد من بني اسرائيل ما عملش اي خير في حياته غير انه كان يقوله لغلمانة اذا وجدتم معصرا فتجاوزوا عنه يعني كان يقول غلمانه اللي عبيد بتوعه اللي بيلمه المال من اللي هو كانت تاجر كبير وعنده اموال قال له لما تلاقوا واحد مؤصر مشلائن مش قادر تجاوزوا عنه سبوه فجاء يوم القيامة علاقوا انه كان يعمل خير ربما كان مقصر في الصلاة وفي كل شيء فقال الله سبحانه وتعالى لما يلاقيكته انا احقه بذلك كمين انت جاوزوا عنه شوف الجزء من جنس العمل يعني اعملتش حاجه في حياته غير هو ده بس فانقذتهم اليوم فيا ريت كل يسمع عن الدولات يتقل الله وما تقوعة تبخل على انسان وانت قادر على انك تقرده ونحك تبلكم التصوى العظيم ده في الوصف بتاع الفيديو ونساقوا هذا الكلام ونشوفونا شهاد العلم في صواب العظيم هل علم علما فلو اجرم عام البيان من القيامة انا اقوموا بذلك اشتركوا في القناة ليس لكم كل جديد وانتساعدوني عشان صورة ربما